وتحتفي بلادنا ومختلف الأقطار الإسلامية بالمولد النبوي الشريف في ظل ظروف استثنائية يعيشها شعبنا اليمني جراء العدوان والحصار الغاشم احتفل أمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف كل عام حيث تختلف الأنشطة والفعاليات من بلد إلى آخر غير أن جميعها يتفق في أهمية المناسبة وعظمة صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وضرورة استحضار المعاني والقيم والمبادئ التي تضمنتها الرسالة المحمدية لعل ما يميز الاحتفال بالمناسبة في بلادنا أنها تأتي في ظل عدوان غاشم وحصار جائر إلا أن ذلك لم يمنع الأنصار مما مواصفهم النبي الأعظم بأنهم خير أهل الأرض وذلك في إحياء هذه المناسبة العظيمة تأكيدا للصمود أمام قوى الشر والإجرام وإصرارا على المضي في طريق النظال الوطني نحو إسقاط المؤامرة الكونية على شعب الإيمان والحكمة فعاليات متعددة ومتنوعة شهدتها مختلف المحافظات حيث كان الإعداد لهذه المناسبة في ظل ظروف صعبة وتحت أزيز الطائرات وقصف البوارج غير أن نجاح كان النتيجة الحتمية لمختلف الفعاليات والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وهكذا يؤكد شعب الإيمان والحكمة قدرته الفائقة على تحدي مختلف الظروف ليظل حاضرا في كل المناسبات والفعاليات وعلى رأس تلك المناسبات المولد النبوي الشريف الذي احتفت به الأقطار الإسلامية بطرق ووسائل مختلفة فمن مصر إلى تونس وبلاد المغرب وعدة أقطار عربية وإسلامية منها من يعظم المناسبة حتى صارت مناسبة رسمية ومنهم من يحتفي بها شعبيا وجماهيريا تعظيما وحبا للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم